سبع سنوات عجاف قاحلة ظل فيها وجه الموصل حزينا مدمرا ينتظر أهلها أن تبنى المدينة الأكثر حضورا في التاريخ والحضارة الموصل التي اغتالها داعش وتحررت على يد القوات الأمنية دخلها هجوم آخر من نوع مختلف ذلك الذي ينهش في خارطتها الزمنية انتظارا تسويفا وتأجيلا من موعد بنائها وتأهيل ما خلفته الحرب الأكثر دمارا في تاريخ العراق سنوات طويلة من الموت والضرب تركت خلفها جيشا من الشهداء ومثله من الجثث المتروكة تحت الأنقاض ربما لم يستطع بعض الذين وعدوا بإعادة وجه الموصل الجميل لم يستطع بعضهم شم رائحة الموت في الجثث المتراكمة بعضها فوق بعض فالمؤتمرات التي تعقد لم تسعف بإكرام جيوش الموت حتى اليوم إلا أن أهلها صنعوا من الموت حياة ومن الفراغ بناء ما خربته الحرب في الموصل فعلت مثله السياسة أيضا فالمدينة ليست جزءا غريبا عن العراق البلد المطعون بواقعه السياسي الفوضوي توقفت منذ آخر هدم للمستقبل الموصلي مصائر التحقيقات بسقوط الموصل على يد داعش إلا أن الموصليين لم يتوقفوا عن صناعة الأمل والموسيقى والإنسانية تحتاج المدينة الأكثر حضورا في بيوت العراقيين والعرب والعالم أجمع تحتاج للنجدة العاجلة التي تحيي مستقبل جيل بعضه يحتضر بفعل الصورة القاتمة والأمل المضطر بالمرهون بأرقام تصل عند بعض الخبراء إلى أكثر من ثمانين مليار دولار لإعادة مدينة كانت وما زالت أرضا للمحبة والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة